انتخب رئيس الاتحاد البحراني لكرة القدم الشيخ سلمان بن إبراهيم الخليفة رئيسا للاتحاد الأسوي بعد حصوله على 33 صوتا من إجمال أصوات الجمعية العمومية للاتحاد وتقدم الشيخ سلمان على منافسيها التايلاندي ماكودي الذي حصل على سبعة أصوات والإماراتي يوسف السركال الذي حصل على ستة أصوات كمنتخب الشيخ سلمان لعضوية اللجنة التنفيذية للاتحاد الدولي لكرة القدم بعدما تفوق على منافسه القطري حسن الذوادي بفارق بلغ عشرة أصوات